كنا بنتكلم أنه في اللي حصل في فلسطين العالم كله قال تهجير للفلسطينيين ومصر بس بقيادة الرئيس السيسي قالت لأ قرار خط أحمر وقرار مصر تم اتخاذه بالضبط كده طيب وده اللي خلى العفوان يعني لا تفضلي فضلي ده اللي خلى القضية الفلسطينية بقت في الصدارة دلوقتي كله بيناقش القضية الفلسطينية اللي معه واللي ضد واخد بالك يعني مش تعاطف يعني يعني أمريكا عمرها ما حتتغير طبعا يعني لكن اللي خلى القضية الفلسطينية تصدرت اهتماماته وأنباء العالم كله زي ما قلت لك سواء معه أو ضد القرار المصري القرار السيسي هل كان متصور هل كان متصور أنه قبل الرئيس لو أنه هذه الأحداث حصلت كان ممكن مصر تاخد نفس الموقف وتغير الرأي العام العالمي وتغير قرارات الحكومات والساسة الدوليين متفتش متخلنيش بقى أقول كلام بعدين ما انتبان عليك عايز تحبسني نقدرش لا يعني أنا النهاردة لما لاقي أن الغرب اتبسط قوي من زيارة الرئيس السادات لإسرائيل أنا كمصريا كنت ضدها كويس مثلا بس لما لاقي النهاردة رئيس بيحط مصلحة مصر الأول وبعدين رأي أمريكا أو رأي مش عارف مين أو رأي بلجيكا مش مشكلة يعني أنا هنا بقى أنا المصرية أنا المصرية المصرية اللي عندي مصر أولا وثانيا ومليون وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر الثلاث مرات زي ما قال فزي ما بقولك لما قال إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى أنا كتبت مقال قلت نعم السيسي رئيسي خلاص صح هو ده اللي أنا كنت بدور عليه وأنا بلاقي إنه النهاردة رغم كل الافتراءات ورغم كل المؤامرات الدنيئة والصغيرة إنهم مش قادرين هم يعملون لأن فيه ما بين 35 و40 مليون مصري قلوبهم شورت عليه موسيقى